اشتركوا في القناة بالتأكيد ده مواجهة قوية جدا ومن أهم المباريات بالتأكيد هيكون فيها نسبة متابعة ومشاهدة على مستوى العالم بنتكلم على مباراة التحدي ما بين بطل القرن أو نادي القرن في القرن الإفريقية ونادي القرن في القرن الأوروبية سبق قبل كده نكتفي مباراة ودية ما بين الفريقين في عام 2001 وانتهت بفوز الأهل بهدف مقابل لا شيء ولكن المباراة المقبلة هي مباراة رسمية الأهل يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية أفضل من يمثل مصر وأفضل من يشرف مصر والصورة الحقيقية لمصر هو النادي الأهلي أفضل فريق في القرى المصرية في السنوات الأخيرة وأفضل فريق عربي ونادي القرن في القرى الإفريقية بالتأكيد متابعتنا خلال الفترة القادمة كلها هتكون على مباراة القرن يوم الأربع اللي هتتلاعف في المغرب إن شاء الله في منافساتها نصف نهائي كأس العالم للأندية المكاسب عديدة والأخبار كتيرة والكواليس مهمة والتفاصيل اللي عندنا من المغرب أكيد النهاردة هتكون كتيرة ومهمة جدا ولكن قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة عايز أأكد على نقطة مهمة جدا جماهير النادي الأهلي دائما وأبدا تصنع الحدث في أي مكان جماهير النادي الأهلي دائما وأبدا هي كلمة السر في كل نجاحات النادي الأهلي نرفع القبعة لكل جماهير النادي الأهلي اللي سفرت من كل أنحاء العالم إلى المغرب لمشتشجيع الأهلي ومسندة الأهلي في طنجة وبإذن الله الحدث الأكبر والحضور الأكبر هيكون في ملعب مولاي عبدالله في الرباط يوم الأربع الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم والسؤال النهاردة أكيد هيكون لين طبعات عديدة عند جماهير النادي الأهلي ليه؟ كيف يستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد؟ وإيه هي أبرز نقاط القوة والضعف في الفريق الأسباني؟ تخيل وإنت بتلاقي بريال مدريد بتتكلم بقى على نقاط القوة والضعف والليفل والمستوى اللي انت وصلت له في المباريات الدولية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من قراءة حضراتكم في كيف يستعد الأهلي لمواجهة الريال وأبرز نقاط القوة والضعف في النادي الإسباني لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العنوين فيه تريند الأهلي؟ الأهلي على موعد تاريخي مع ريا المدريد وكمان بأسة الأهلي تتوجه إلى الرباط وأخيرا الجهاز الطبي يحدد برنامجا تدريبيا خاصة لملك القضية أفشا استعرض مباراة اليوم النهاردة في مجموعة من المباراة المحلية والأوروبية وأكيد كمان هيكون في إطلال على مباراة الدوري الأسباني لكن نبدأ مباراة الدوري المصري يمكن منذ قليل انتهت مباراتين في الدوري كانوا بيتلابوا في توقيت واحد يمكن أسوان تفوقت وفازت على الداخلية اثنين واحد وأيضا حرص الحدود تفوق على غزل المحلة اثنين واحد يمكن الفريقين اللابوا النهاردة على أرضهم خسروا على ملعبهم سواء الداخلية أو المحل الساعة سبعة النهاردة أيضا سيراميكا كيليوباترا في مواجهة قوية جدا في مباراة الدوري العام والاتحاد السكندري هيلعب مع الإسماعيلي أيضا الساعة سبعة مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي يمكن النهاردة في الشوت الأول انتهت مباراة نوتينجهان فورست مع ليدز يونيتد الشوت الأول انتهت بتقدم نوتينجهان فورست 1-0 والساعة ستة ونص مباراة كبيرة ومهمة بابيننا توتنهام هوتسبير مع منشستر سيتي نروح بقى للدوري الأسباني والنهاردة كل الجماهير المصرية والأهلوية كانت بتابع مباراة ريال مايوركا أمام نادي ريال مادريد المباراة الأخيرة لريال مادريد قبل الصفر إلى المغرب صباح الغد ريال مايوركا قدر يعمل مفاجأة ويفوز على ريال مادريد بهدف مقابل لشيء يمكن الهدف أحرزه ناتشو المدافع الأسباني أو مدافع فريق ريال مادريد في مرمى وخسر الريال بهدف مقابل لشيء طيب الساعة 5 وربع جيرونا بيصديف فالانسيا والساعة 7 ونص ريال سوسيداد في مواجهة مع بلد الوليد والساعة 10 من مساء اليوم برشلونا مع إشبيلية دي كانت مجموعة من المباراة اليوم سواء المحلية أو حتى الأوروبية والمحلية بالتأكيد ده كل بيتابع بعد دور المحلي كمان في منافسات الفترة الجاء والأهلي هكيد هيرجع للدور المحلي بعد يوم السبت المقبل لما يخلص منافسات كأس العالم للأندي دي كانت أبرز النقاط في مقدمة الحلقة أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع عندنا مفاجآت وكواليس وأخبار مهمة جدا عن الأهلي وكمان عن ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة لي ناديهاي القرن يوم الأربعة في الرباط أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند المليئة بالأخبار والكواليس لو هنتكلم على استعدادات الأهلي لمباراة الدور نصف النهائي يمكن أرقام قياسية النادي الأهلي بيضربها في هذه البطولة منذ أن بدأت المشاركة في عام 2005 احنا بتكلم من نادي الأهلي دلوقتي حاليا بيشارك للمرة الخامسة في الدور نصف النهائي لمنافساتها كأس العالم للأندية ثلاث مرات يمكن خاد البرونزية الميدالية البرونزية وفي مرة خاد المركز الرابع وده كانت عام 2012 دي المرة الخامسة نتمنى يا رب في الدور نصف النهائي يكون الأهلي مؤهل يا رب بإذن الله للدور النهائي ويلعب على ميدالية جديدة وإضافة جديدة للأهل في كاس العالم الأندية ما بين الميدالية الزهبية أو حتى الميدالية الفضية دي لقطت بالتأكيد النهاردة من مقر إقامة فريق النادي الأهل وفي هذه اللحظات أنا بتكلم معكم الفريق بيستعد إن شاء الله للمغادرة والصفر من طنجة إلى الرباط عايز أقول لك يمكن التفاف كبير جدا من كل الجماهير المغربية بمختلف انتماءتها مع النادي الأهلي ولعبي النادي الأهلي كبار صغار أطفال شباب ولاد بنات رجال سيدات الكل بلا استثناء سعيد جدا بالمشاركة الطيبة للنادي الأهلي في هذه البطولة النهاردة كان فيه تدريب صباحي لفريق النادي الأهلي على الملعب الفرعي لملعب ابن بطوطة ويمكن عاقب الماراني لفريق رجع للأوتيل وده اللعطات النهاردة كانت قابل التحرك إلى التدريب النهاردة مرسل كلر كالعادة يعني حريص أنه يعمل تدريب استشفائي لكل اللعابير ويمكن حفز اللعابة بشكل كبير جدا قبل مواجهة ريال مدريد وطبعا التدريب ده بيبقى تدريب خفيف جدا قبل المباراة القادمة لأنه كمان عندك استعدادات بقى تداء من الغد إن شاء الله يمكن نهاردة رح نتكلم يوم الأحد لسه عندك الاثنين والثلاث قبل مواجهة يوم الأربع الريال كمان لسه موصلش المغرب الريال كان بيلعب من شوية مباراة في الدول الأسباني وبقر إن شاء الله صباحاً هيكون ريال موجود في المغرب وكمان هيعلن القائمة النهائية بعد اعتماد الفيفا لقائمة الثلاثة وعشرين لعب لفريق ريال مدريد طيب خدوا بالكو الريال نتائجه في الدول الأسباني متراجعة شوية يمكن لسه خسران من شوية من الريال مايوركا هو حالياً الريال في المركز الثاني 45 نقطة برشلونة متقدم في الترتيب بخمسين نقطة ويمكن في نقطة عايز أأكد عليها لكل الناس اللي بتتفرج علينا وباتبعنا قبل مواجهة ريال مدريد أتذكر منذ حوالي واحد وعشرين سنة مانويل جوزيه لما كان بيتولى تدريب الأهلي وفي أول مباراة ليه قدام ريال مدريد كان أول مباراة الجوزيه على فكرة مع الأهلي منذ أن تولى المسئولية في البداية وفي الحجبة الأولى لتولي جوزيه تدريب الأهلي قال لللعبة إيه وكان ساعتها غير الريال دلوقت ده وقتها كان الريال حاجة تانية خالص تتكلم عن فريق الأحلام كان أبرز النجوم العالمين موجودين في ريال مدريد يعني أنا ممكن أقول أسماء بس خايف أنس حد يعني دل بوسكي على الأقل كان المدير الفني في ريال كان هو اللي بيتولى تدريب الفريق وكان ساعتها أعظم لعيب العالم فريق الأحلام كان هو اللي موجود ساعتها في ريال مدريد وقتها جوزيه قال لي لعبة الأهلي إيه قال له فرص الفوز على الريال لا تتعدى الواحد في المية ولكن تقدر تعمل مباراة تاريخية من هنا بدأ أنه يحفز اللعيبة أنت نازل ماتش الريال مش عليك أي ضغوط محدش طالب منك أنك تكسب انزل ولعب انزل واستمتع انزل متع نفسك ومتع كل الناس اللي بتتفرج عليك مش مطلوب منك أنك تنزل لازم تكسب الريال لا خالص أنت أصلا وصلت المحفل دولي وعالم كبير جدا وده يليك أكيد باسم النادي الأهلي ولكن من النقاط المهمة جدا كنحية نفسية الضغوط كلها على بطل إسبانيا لأنه هو وصل وهو المرشح الأول والأخير للبطولة تيجي تقول لي أصلي فيه فريق كذا فلمانجو لا هو الريال هو المرشح الأول والأبرز للبطولة ولكن انت لما تنزل بقى ومش عليك أي ضغوط وانت النهاردة هو في أول تدريب وبتستعد لمواجهة الريال انت كلعب من جواك خدوا بالكم كمان فيه لعبة لو بترجع كده للأرشيف وتتصور أو تشوف صورها القديمة فيه لعب يحب الريال فيه لعب يحب يتفرج على برشلونا وبيشجع برشلونا أنا شفت ده وعصرت ده لما كنا ساعتها بنغطي الأهلي لما كان في وقت الجيل العظيم جيل بوتريكا وبركاته وجمعة ومتعب وفلافيو وقتها أنا فاكر في التوقيت ده حتى لما كانوا بيروحوا كاسعالم ممكن يواجهوا ليفربول ممكن يواجهوا برشلونا ممكن يواجهوا الميلا وقتها يقول لك أنا مدريدي لا أنا كتالوني فاللعبة من جواها أكيد كل واحد بيحب فريق في أوروبا لكن الفريق اللي انت بتحبه انت هتواجهه فتخيل انت بقى من جواك انت زي هتواجه الفريق المفضل لك في أوروبا وانت عايز تقدم ما لديك أفضل شيء فده شيء أكيد مهم جدا كإعداد زهني الإعداد الفني مش هنقدر نتكلم كتير لأن بارح مارسل كولر قال تصريح بصراحة كان في الجون قالك زي بلنا كريم أحمد موفد قناة الآله لما سألوا على الاستعداد اللي يراد ماتش الريال قالوا الهارد ديسك اللي معايا ده في كل شيء يمكن ياسيني الميكاري محل الأداء حضر كل شيء لمواجهة الريال ده الكلام ده إمتى بعد ساعة من نهاية مباراة سياتل ساوندرز بطل أمريكا قدامنا هو يمكننا كولر أكيد في تحضيراته لمواجهة الريال وبقى رجل أوروبي مدرب سويسري عارف كويس جدا فريق الريال مدريد وكلنا بلا استثناء يعني حتى كل الناس اللي متابعة الدوري الأسباني حفظة وعرفة فريق الريال مدريد فإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقة مش هنتكلم في تفاصيل فنية المباراة دي خارج إطار الأمور الفنية إطلاقا لما سألت فيه أصل فيه ست غيابات أصل الريال النهاردة ممكن يلعب من غير راتيب كورتوة كل الأمور دي أكيد لذيذة لنا وإحنا بنتعامل في الإعلام يعني أنت النهاردة بتتكلم على الأهل وريال مدريد مش هترجع مثلا تتكلم على مباراة في الدوري أو هتلعب مباراة في أفريقيا لا أنت بتتكلم على قمة القرى العالمية أنت في مواجهة مع ريال مدريد فبالتالي أنت بتتكلم على مباراة ممكن يكون فيها بقى أصل تيم كورتوة غايب فهلعب مكانه أرندري لونين الحارس الأوكراني اللي كان موجود النهاردة في مواجهة ريال مايوركا وكل الناس طبعا عرفت وتابعت هذه المباراة وريال مايوركا كسب ريال مدريد بهدف مقابل شيء هل الخسارة دي كمان ممكن تؤثر نفسيا على الريال قبل مواجهة الأهلي الله أعلم بس ممتع لنا كإعلاميين أو كصحفيين أو حتى كجمهور على السوشيال ميديا أنت بتتكلم في 72 ساعة فيها حلم حلم كبير أنك هتلاعب ريال مدريد هتقعد بقى تتكلم أصلي ممكن تحرقات قهربة هل هيقدر واحد لواحد قدام روديجير أو ناتشو هل علي معلوم ممكن يتفوق على كرفخال هل وسط الملعب أنت عنك حمد فتح السولية ديانج قدام مودريتش وكروس وفالفيردي طب الهجوم مين ممكن يتولى يعني مسؤوليت أنه يدافع قدام فينسيس جونيور أو روديجير أو أسينسيو لا أنتوا بتتكلموا في ليفل تاني خالص والممتع أنك بتتكلم عن مواجهات ما بين لعبة النادي الأهلي وإحنا بنستعرض أبرز اللعيبة أو التشكيل اللي ممكن يلعب بيه ريال مدريد خدوا بالكم الأسماء اللي قلتها دي وفيه غيابات ممكن تكون وردة بنسبة كبيرة تيبي كورتوة ميندي لوكاسا فاسكيز إيدان هازارد كريم بنزيمة المدافع ميليتاو يعني كل دي أسماء كمان ممكن تكون غيبة فالممتع لينا وإحنا بنتكلم على هذه المباراة بنستعرض تشكيلة الريال غيابات الريال عندك مارسل قولر في مواجهة أنشلوتي فيعني لا الحمد لله النادي الأهلي بيحط الإعلام المصري وبيحط الجماهير المصرية في مكانها مختلفة تماما مهما حاول البعض أنه يصدر صورة سلبية عن النادي الأهلي أو يتحدث بشكل سلبي عن النادي الأهلي وعن أي مسؤول في النادي الأهلي وعن الكابتن محمود الخطيب ولكن طبق النتائج في النهاية وتوفيق الله سبحانه وتعالى أكبر رد على أي حد نيته سيئة تجاه النادي الأهلي يعني أنت رايح بطولة ما كنتش أساساً مدعو ليها يعني الجميل في الحدث اللي احنا عايشينه عدلة السماء أن ربنا سبحانه وتعالى وهو أكيد أعلم بالنيات ونيات الناس ونيات كل الناس اللي في الأهلي أو حتى نيات بعض اللي بيحاول يصدر صورة سلبية أو يحارب النادي الأهلي فجأة أنت خسرت دورة أبطال إفريقيا بفعل فعل وتيجي المملكة المغربية تطلب استضافة البطولة فطبقاً للوايح تشارك في البطولة تكسب المباراة الأولى والبعض كان بيتهكم وبيقول الأهلي هيروح أول ماتش ويرجع وتلاعب في المباراة التانية في الضر ربع النهائي بطل الكونكاكاف اللي قمته التسويقية تصل لخمسين مليون يورو عنده تلاتاشر لعب محترف ما بين البرازيل وكلومبيا وعدد كبير جداً فرقة قيلة على فكرة فرقة سياتل أي حد يقولك أنت بتلعب مع فرقة ضعيفة أنا بكسبك هنا 3 و 4 و 5 فطبيعي الفرقة اللي بلعبها بره أتبقى أقوى منك يعني فكسبت سياتل ورايح لمين لريال مدريد وبلعب فين في ملعب مولاي عبدالله في الرباط هل حد كان يتخيل السيناريو يوصل للشكل ده ولكن زي ما قلت لحضراتكم البعض بيحاول يصدر صورة سلبية ويتحدث عن الأهل ومسؤوليه أو حتى جماهيره ولكن الحمد لله تيجي المشاركة تيجي كمان القرعة وتيجي كمان النتائج عشان تقول للناس أن الأهل سيبقى هو أفضل نادي مصري يشرف القرى المصرية عبر التاريخ وعلى مدار التاريخ ولو طلبنا من كاتب التاريخ كل شوية يفتح صفحة ويسجل هيقولك الكتاب خلص هسجل فين ولا كتب إيه ولا هقول إيه الكتاب خلص من كتر الإنجازات والتواريخ والأرقام والألقاب اللي بيحققها النادي الأهل الرئيس هيواجه الأهل يوم الأربع وإحنا بنتكلم بقى في فرق قيمة تسوقية تتخطى أكتر من حوالي 200-300 مليون يورو أرقام كبيرة جدا ولكن واثق بإذن الله إن شاء الله أن الأهل ممكن يعمل مفاجأة مدوية يوم الأربع في الرباط الجماهير المغربية واسألوني أنا بقى عن الجزء ده أنا عارف إن في أشقاء كتير مغربة بيميلوا دايما للدور الأسباني ويمكن هناك حتى فين قسام عدد كبير جدا بيشجع الريل وعدد كبير جدا بيشجع برشلونة والمباراة تذكرها نفدت بنسبة 200% يمكن دي معلومة بقولها كل السادة المشاهدين ملعب مولاي عبدالله بيأسل حوالي 65 ألف متفارج التذكر النفدت بالكامل الملعب مش هيكون فيه مكان لمقعد واحد المباراة بالكامل حضور جماهيري كامل العدد ولكن أتمنى وعند ثقة كبيرة جدا رغم إن فيه أشقاء مغربة مدريديين أكتر حتى ما بيشجعوا الأندية في المغرب ولكن بإذن الله إن شاء الله استيقعتنا فيهم إنهم هيكونوا بيشجعوا النادي الأهلي ممثل مصر وممثل العرب في كأس العالم للأندية ونتمنى يا رب يكون فيه دخلات وأشكال وقرنفلات زي ما احنا متعودين دايما من الأشقاء المغربة والمتابعة الممتازة جدا في بطولة كأس العالم للأندية قبل محروج لفاصل نتكلمنا عن جزء الفني والبدني والنفسي والزهني وكمان التحضيرات للمباراة ولكن جزء مهم جدا إن ترايح للبطولة وما كانش فيه حد يضعف الاعتبار إن ممكن الآية ليس يجي له 100 مليون جنيه ولا 150 مليون جنيه نتيجة المشاركة في كأس العالم الأندية دلوقتي وانترايح على مواجهة ريال مدريد مينمون بنتكلم معاك 100 مليون جنيه 2 مليون دولار المركز الرابع بالإضافة للحقوق الخاصة التجارية بالرعاية والتسويق نتيجة التأهل ولعب أربع مباراة في كأس العالم دي المباراة التالتة لكن فيه مباراة رابعة والمباراة الرابعة التعظيم الموارد بتاعتها هيبع أكتر لو بتلعب فينال فأنت بتتكلم في 60 مليون جنيه على الأقل من الاتحاد الدولي وبتتكلم ممكن يوصل لـ 40 مليون جنيه حقوق تجارية وتسويقية فأحنا بنتكلم مشاركة من لاشيء يعني أدخالت خزينة النادي الأهلي حوالي 100 مليون جنيه هي نيات وربنا أكيد مطلع على كل شيء وإن شاء الله كل التوفيق للأهلي وجماهيره كمان نقطة تانية عايز أتكلم عليها وهي متعلقة بأخبار الفريق النهاردة يمكن كولر اجتمع مع الطبيب عشان يطمئن على حالة اللاعبين قبل مباراة ريال مدريد كمان عايز يعرف منه حالة اللعيبة جاهزية اللعيبة البعض كان بيشتكي من بعض الإجهاد لكن إن شاء الله على مباراة اللاربع هيبقى كل الأمور تمام طيب كل التفاصيل بخصوص هذه المباراة والفريق حاليا بيستعد للسفر إلى الروباط وفيه ترتيبات بقى مختلفة أكيد مهم جدا نقول لكل السادة المشاهدين اللي بيحصل في هذه اللحظات في مقر إقامة البعثة في طنجة لذلك معايا في هذه اللحظات الزميل العزيز وش السعد علينا دايما موجود في المغرب مع بعثة فريق النادي الأهل ووشه حلو دايما كريم أحمد دموفة دا قناة الأهل مسائل فل يا كريم مسائل فل عليك زميلي محمد سعيد يعني وشكرك طبعا وكل الكحية لك ولكل المشاهدين وكل جمهورنا ويمكن دي دعوات جمهور النادي الأهل الحقيقة للحالة اللي احنا فيها والأداء المماث جدا في عوالك المماثة العظيمة رب تكمل على خير أحمد إن شاء الله بالتوفيق يا رب يا كريم والكل كرول عمل عويد أو دا كروري وكل الناس اللي معاك إن شاء الله عشان يعني الفترة اللي جاي كمان هيبقى فيه ضغط شغل ومتابعة مهمة جدا لكل الكواليس لكن انتبعنا على التليفون مش عبر البس المباشر لأن في هذه اللحظات انتم متحركين خلاص وريحين للرباط عايز عرب بقى ترتيبات السفر وحوالي ممكن ساعتين ونص ثلاث ساعات على ما الفريق يصل الرباط إزاي تم التحضير إزاي تم التنصيق مع الفيفا ويمكن البطولة دي ربنا يكون في عونك وكلك يمكن الترتيبات والتنقلات كثيرة جدا عكس البطولات السابقة اللي كانت في الدوحة أو حتى في أبو ظبي الحقيقة محمد يعني واحدة من أصعب البطولات الحقيقة بالنسبة للتنقلات لفريق النادي الآلي وبعثة النادي الآلي الكامل من طنجة إلى من تطوام إلى طنجة ومن طنجة إلى الرباط مسافات طويلة جدا يعني انتك أبدأ معك اليوم من عارضة محمد بدون راحة يستمر مستر كولر في الاستعداد للمباراة المهمة والمرتخبة واللي ممكن كل جمهور النادي الآلي منتظرها الآلي وريع المدريد من عارضة كان تدريب صباحي 12 دورا لكن انت عارف طبعا كل المجموعة اللي شاركت فيه المباراة الأمس نخدت هنا سيكوندو الإقامة ركبر الخاص بي وممكن مستر كولر اشتغل بشكل كبير والجرعة تدريبية كاملة لكل المجموعة اللي مشاركتش فيه المباراة الماضية يعني احنا طبعا محمد في خلال العشر دقاية وقال من عشر دقا إن شاء الله بإذن الله نتوجه إلى الرباط يعني الرحلة من ساعتين 40 دقيقة إلى 3 ساعات يعني كنا كان فيه اختيار في البداية نكون فيه القضل نتعرف محمد القضل ممكن ساعة أو ساعة وربع إلى الرباط لكن هناك معدات كثيرة جدا حقيقة اللي هو القطار اللي هو البراك بالضبط محمد بالضبط يعني انت عارف المعدات وخوفا طبعا لأي شيء يقض في هذه الرحلة وكمان وجود الجمهورة يكون بكثافة بشكل كبير جدا يمكن أمور تركبية الحقيقة الله بإذن الله تصل باكت النادي الآلي بالتلامة عقب الوصول مباشرة كالعادة طبعا الكل سأدخل إلى وضبط العشاء ومنها محاضرة فنية سريعة لمستر كولر قبل طبعا السعود إلى الغرف والاستعداد من جديد لتدريب الغد يعني رحلة شبكة ورحلة صعبة لكن الحقيقة التحدي الكبير والمجهود الكبير اللي بيبزل والتنظيم الإداري الحياة محمد يعني بسهل أمور كتيرة جدا بدأت من تقنده هنا تنجر الحقيقة اللي احنا كنا مستمرين فيه كانت تبقى فيه صعوبة ان انت ترجع تطوان وبعد كده تبقى تخش في رحلة كبيرة جدا من الرباط فيمكن الأمور دي الحقيقة بسهل بشكل كبير جدا ان المدير الفني مستر كولر يكون تركيزه فقط في الجانب الفني وده اللي بيقوم به الحقيقة ترتبط الإدارية مهمة جدا ويرب ان شاء الله تكمل على خيرا انا عايز بس اقول يا كريم من النقاط اللي انا شافها سلبية بصراحة عند المسؤولين في الاتحاد الدولي فيفا ونتكلم بكل صراحة وبكل امانة الاتحاد الدولي يجب عليه ان يتعامل مع كل الاندية بشكل فيه سواسية يعني النادي الاهل اسم كبير ومكانة كبيرة ما كانش ينفع ان الاتحاد الدولي يقرض حتى على النادي الاهل ان هو يسافر من طنجة الى الرباط عبر القطار يعني المفروض المسافة طالما تخطط فيكس العالم للاندية فالطبيعي ان يكون فيه رحلة طيران خاصة ما من طنجة الى الرباط لكن مش عارف الفيفا مش عارف ليه بيتعامل في البطولات دي بشكل مختلف يعني ما علينا اكيد النادي الاهل جاهز لكل هذه الترتيبات وكانا اللي افعونك بصراحة وفعون البعثة لكل اللي بيحصل في الاتحاد الدولي من ترتيبات لهذه البطولة لكن انا واثق ان شاء الله بإذن الله كريم ان الفرية هيكون كل التحديات دي فيها نتائج ايجابية للاهل بإذن الله في المباراة القادمة كريم واتفق معك تماما احمد يعني كنا بيتبنى طبعا من التعامل يكون زي ما انت شرحت بساكل جديد بكون التوفير كل واسأل النقر ومصورة تكون طيبة جدا البائرة ممكن تكون موجودة أو متوفرة لكن انت عارف حد يدي بتزود المعنوات بشكل كبير جدا عند العيب النادي الاهل وكلها بتكون رغبة كبيرة جدا في سعادة الجمهور عشان كده بنتبقى منطمنين محمد ما بيقابلنا صعوبات اللعيبة بتنعكس عليها بالتدريبات بيبان الحماز بيبان وبتطبق الحية في أرض الملعب بأداء ونتيجة بتوسعى كل جمهور للنادي الاهلي يعني زي ما بقولك يا من أصعب رحلات الحية على بات النادي الاهلي وعلى اللعبين لكن أداه ودود ان شاء الله عندنا حلم كبير ومهمة كبيرة جدا هممكن الحالة الطبية والبدانية اللعبين الحمد لله سليمة يمكن دكتور أحمد أبو عبل طبنك يا كريم على الحالة الخاصة بكل اللعب ولا فيه شكوى من إجهاد أو شد لقدر الله يعني واحد من أهم الملفات الحية محمد اللي انت بتنشره وهي الحالة البدانية والقياسات الملف القياس الحية اللي ممكن تم بس لجهة كبير جدا في من القاهرة يعني حافظ في كل العيب النادي الأهلي على اللاين الصحيح انت تجدي قرعة تدريبية كبيرة تريح لعيب ما تشاركوش في هذه المباراة ده أمور ممكن الحقيقة ممكن الناس تقول ليه ده ما نزلش المباراة لا كلها أمور كاسية أمور طبية انت بتحاول ان انت النفس الطويل في البطولة فطمنات كل العيب النادي الأهلي الحمد لله ما فيش أي حد يبيشعر بإيجاب لكل الحقيقة يأدي أداء رجولي جدا كل بيحاول يحافظ على نفس محمد كمان البرنامج التدريبي والتأهيلي الموضوع والمباشرة الطبية الكبيرة جدا من طبيب النادي الأهلي أحمد وعبلا يعني كل صغيرة وكبيرة الحقيقة ممكن أن اسمر الكبير بشكل كبير جدا فيها عشان كده الحمد لله ما فيش أي إصابات ما فيش أي أجاد يارب يحافظ على العيب النادي الأهلي على مدار الـ 48 ساعة القادمين حتى موعد المباراة يارب إن شاء الله بإذن الله نكون في يومنا بكل لعبتنا يعني زي ما أكدت الحمد أنا قلت إذن جملة يعني احترم المنافس لكن ما تخافش منه ريال مدريد قيمة كبيرة جدا 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 لكن الاحترام موجود لكن الخوف هيكون لديه تأثير سلبي على العيب النادي الأهلي يعني النادي الأهلي عندها من القدرة والأمكانيات أنها تكون ند ند بمشيئة الله وتوفير ربنا سبحانه وتعالى فأملنا في ربنا كبير إن شاء الله سؤال كمان أخير ومهم جدا يا كريم وبشكرك عليه لأنه عمل رد فعلي إيجابي جدا على السوشيال ميديا لما برح سألت مرسل كولر على الاستعداد لمباراة ريال مدريد وإذ فجأة يمكن طلع الهارد ديسك اللي فيه كل الماتيريالز الخاص بفريق الريال الرجل بيحضر وبعد ساعة من مباراة سياتي الجاهز وبيفكر وبيحضر وياسين الميكاري محضر كل الأمور المتعلقة بالتحليل للنادي الملكي فريق الريال بإذن الله الحقيقة محمد يعني اختيار الجهاز الفني بالكامل بمجرس دارة النادي الأهلي يعني أمر كان مهم جدا لأن الحقيقة اللي احنا شايفين هو مجهود كبير من كل الأفراد ومجهود الفني بالكامل تحديدا ياسين الميكاري اللي يعني يمكن ممكن ما يتركش على جزء من المباراة يكون بيحضر شيء للمباراة القديمة ممكن يكون بيعمل أمور عديدة جدا مباراة الأمس طبع مباراة فياتل لمباريات ريال مدريد الراجل يمكن قال معي ثلاث مباريات أخيرة ويمكن كمان محمد يعني عندي معلومة أنهم يمكن اتغلبوا المعاردة كمان ريال مدريد فعندهم بقى يعني أكيد صحيح كبير جدا وهم يظهروا بشكل أكبر لكن زي ما بقولك التحضيرات المهمة جدا حقيقة من حل الأداء هو ميستر كولر اللي مركز بشكل كبير الرجل يحط الخطة هيقول لكل واحد واجباته هجومه لكن أول فرع يكون في العيب الناجي الأهلي شخصية يكون إيه دخلنا يكون إيه خفنا ولا احترام ده عمر مهم جدا فيا رب إن شاء الله يكون احترام والاحترام يترجم بإذن الله بفوض كبير إن شاء الله لفريق الناجي الأهلي وفرحة كون مهم جدا مش بيدعى ربنا الله نحمد بالأداء اللي احنا شاكينه وبالإصرار اللي في العيب الناجي الأهلي ربنا معاكم ويوفاكم وإن شاء الله بإذن الله النتيجة في علم الغيب لكن أنتم بتعملوا كل اللي عليكم وبإذن الله إن شاء الله الأهلي يرجع بنتيجة إيجابية وبشكرك بالتأكيد يا كريم على كل هذه المعلومات وتوصلوا الرباط النهاردة مساء اليوم بسلامة اللي أنا عارف الطريقة هيبقى صعب يمكن بنتكلم في 3 ساعات على الأقل الطريق البري من طنجة إلى الرباط لكن بإذن الله النادي الأهلي جاهز لهذا التحدي وإن شاء الله الفريق هيكون على جاهزية كاملة يوم الأربع اللي جاي أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا كمان تفاصيل مهمة وكواليس مهمة عن الفترة اللي جاية وإيه اللي هيتم لخلال الفترة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد عند موضوعين مهمين جدا ولكن مهم جدا نتكلم فيهم النهاردة رغم ديق الوقت وعندنا تفاصيل عن مباراة الأهلي ورية المدريد أولا الحمد لله والفضل لله كانت القناة الوحيدة والبرنامج الوحيد اللي يتكلم في هذه القضية قضية إذاعة مباراة كأس العالم للأنديا كانت قناة الأهلي من خلال برنامج التريند ناس كتيرة قعدت تبعات اللي تقول لي تم قناوات الأندية ممكن تشتري يا جماعة قنوات الأندية الفيفا لا يتعامل معها بشكل مباشر الفيفا يتعامل مع القنوات المشفرة ووجهنا رسالة لمعالي الوزير دكتور أشرف صبحي كنا بنتكلم على البث الأرضي اللي أنا عارف أن الفيفا بيتعامل الزيف مع هذا الملف والحمد لله الرسالة اللي وجهناها لوزارة الشباب الرياضة من يوم الاتنين اللي فات كانت لها رد فعلي إيجابي جدا وحصلت تحرقات منذ يوم الاتنين لغاية لما تم الإعلان قبل مباراة الأهل وسيتل اللي تم خلال الأربعة أيام لغاية لما خدوا الحقوق وبتتزاع على البث الأرضي هنا داخل مصر أولا بشكر وزيري الشباب الرياضة دكتور أشرف صبحي على هذه الاستجابة ودور الإعلام مهم جدا أنه يلقى الضوء على بعض التفاصيل اللي ممكن المسؤولين نتيجة ضغوط العمل أو عدم المتابعة أو عدم قيام بعض الجهات المعينة اللي ممكن كاتحاد الكورة أن يتابع هذا الملف ويبلغ بالوزارة إحنا الحمد لله قمنا بدورنا وبلغنا الوزارة والوزارة تحركت وقامت بدورها ولأول مرة كاس العالم الأندية بيزيع في مصر على البث الأرضي فكرة الإزاعة الفضائية ده محتاج بقى تحركات قبلها بشهر أو شهرين مع إقامة البطولة وتحديد الفيفا لمواعيد البطولة لكن المهم أن الإزاعة حصلت والاستجابة تمت والبرنامج هنا الحمد لله كل كلمة بنقولها بتوصل لكل المسؤولين ودائما احنا بنحاول نشتغل في إطار جماعي ما بنشتغلش في إطار فردي ولا بنوجه انتقاطات حدا احنا يهمنا في النهاية مصلحة المشاهد المصري والأهلاوي بشكل خاص النقطة التانية الكمان المهمة جدا لما اتكلمت على إزاعة هذه البطولة إزاي ممكن نستفيد بيها قلت ولو بنسبة 10% ممكن الأهل يلاقي عبريا المدريد حجم الإعلانات والمكاس اللي ممكن تتم لو حصلت هذه المباراة وبالفعل حصلت بلتالي لما تخطط كويس وبتحضر كويس وعارف الهومورك بتاعك بشكل كويس ممكن تعمل نتائج إيجابية خلال الفترة اللي جاية دي بداية والفترة اللي جاية لما يكون فيه بطلات وفيه أحداث إفريقية مهمة هنوجه الرسالة وهنتعاون مع كل الجهات عشان خاطر جماهير القرى المصرية وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص ده رقم واحد رقم اتنين النهاردة ربطة الأندية المحترفة أعلنت عدد من المباريات خلال الفترة اللي جاية عاقب عودة الأهلي من كأس العالم للأندي وللأسف الأهلي هيدطر يلعب سبع مباريات في واحد وعشرين يوم كل اتنين وسبعين ساعة مباراة ما بين مباراة محلية وصفر داخل مصر ومباراة إفريقية يعني مثلا بعد ما يرجع يوم 11 فبراير عند أول مباراة يوم 18 فبراير مع الهلال السوداني في السودان الساعة 3 العصر بعد كده يطلع من السودان على أسوان هيلعب يوم 21 فبراير مع أسوان الساعة 3 العصر أيضا في الأسبوع التسعة يرجع بعد كده في القاهرة يلعب يوم 25-22 مع سانداونز في استاد السلام الساعة 9 بعد كده الأهلي يلعب مع الداخلية يوم 28-22 في الجولة الأسبوع العشرين هذه المباراة 2 مارس اتقدمت بقى 28 فبراير ليه؟ لأن مباراة القطن الكاميروني بقت يوم السبت 4 مارس طيب تروح بعد كده عندك الأهلي والمقولين يوم 7 مارس دي مباراة مؤجلة من الأسبوع السبعتاشر دي كده تتلعب يوم 6-2 ولكن الأهلي عشان في كاس العالم هتتلعب يوم 7 مارس بعد ذلك هتسافر جنوب إفريقيا عندك ماتش مع سانداونز يوم 11 مارس وبالتالي هتبدأ 18 فبراير السبت ثم 3 21 فبراير ثم السبت 25 فبراير ثم 3 ثم السبت ثم 3 ثم السبت أنا وأنا بستعرض الجدول تعبت ما بالك بقى لما تيجي الفرقة من كاس العالم تلعب بهذا الشكل الضغط جدا أنا مشفق وعارف طبعا إن اتحاد القرى عايز ينجز بسرعة المباريات ولكن مش بالشكل ده جماعة يعني بالشكل ده المنتخب لما يجي يلعب في الأجندة في شهر مارس مش هيلاقي لعبة الأهلي والله ما هيلاقي لعبة الأهلي بالمنظر ده الناجي من السودان أسافر على أسوان وارجع ألعب في القاهرة ماتشين في ظرف ثلاث ماتشات في ظرف إسبوع بعد كده هسافر جنوب إفريقيا بعد كده هسافر القطن الكاميروني ومع ذلك كل ده أنت بتأجل كمان للأهلي الإسماعيلي والاتحاد وحرص الحدود يعني كمان هيبقى فيه ضغط تاني بعد ما خلص دور المجموعات الملف ده مهم جدا وأتمنى الأستاذ عامر حسيني هتعامل فيه بشكل إيجابي ولو عندك مشكلة في الدوري قلل عدد أن ديت الدوري هطلع لفصل وبعد الفصل نرجع مواعد نكمل بقى فقرات برنامج الترنت أهلا بحضراتكم من جديد زي ما كنتم أتكلم على جدول الدوري والتعديل اللي حصل بالتأكيد هيبقى فيه ضغط كبير جدا يا جماعة فكرة أن أنا بتعاقب على أن أنا بمثل لمصر في محافل دولية وقرية بهذا الشكل وأرجع على الضغط والزحمة دي من المتشاط صعب قوي أنا عارف أن أنت عندك ضغط متشاط وعندك مسابقة كاس لسه ما خلصتش وعندك ضغط متشاط لنتيجة أن الدوري فيه 18 نادي ولكن لو اتحاد الكورة أو الربطة فضلت تتعامل مع النادي الأهلي بهذا الشكل أنا اللي بتضر يعني أنت عندك مشاكل في عدد أنديد الدوري خفض عدد أنديد الدوري لكن يقولك مثلا الآله رايح كاس عالم أنا مقلتش عامل حسابي فيرجع الآله يتضغط يلعب سبع مباريات في 21 يوم ما بينهم سفريات داخلية وخارجية طب ما تقلل عدد أنديد الدوري لا محدش قادر ياخد هذا القرار ما بدل من أنت 18 نزلهم إلى 16 و14 والله أنت المستفيد والمنتخب هو المستفيد ما حدش بيفكر في ده تيجي مسابق الدور السوبر الإفريقي ودور أبطال إفريقيا فيقولك إيه لا تلعب مسابق من الاتنين يا سيدي تم تخفض عدد دية الدوري ده أنت الأهل لو شارك في دور السوبر الاتحاد هيدخله مليون دولار يعني تتكلم حالان دلوقتي حوالي 30-35 مليون جنيه مصري مش ده مفيد للقرى المصرية مش ده مفيد للمنتخبات الأكاديميات والقرى النسائية هيجي لها دعم لو الأهل يشارك في دور السوبر يعني غير المليون دولار فيه كمان ممكن 500 ألفة أو مليون دولار تانية فأنت هيجي لك دعم نتيجة الدور السوبر فيقولك إيه لا يختار دوري من الاتنين يا دور الأبطال يا دور السوبر وهي المشكلة عندك أنت بس يصدر لك الأزمة ليك أنت أهو ده اللي حصل النهاردة يرجع عنده السودان يروح على أسوان يجي يلعب في الدوري يسافر لسانداونز يسافر لأوتن الكاميروني يعني مباراة المقولين دي يوم التلات سبعة مارس هلعب سانداونز يوم 11 مارس المسافة ما بين المباراتين تلات أيام منهم صفر 12 ساعة لجنوب إفريقيا فبالتالي هتضغط فأنا مش عارف في الوضع إيه الفترة الجاية بعد ما خلص دور المجموعات طيب بعد كده لسه عند مطش الإسماعيلي متأجل والاتحاد متأجل وحرس الحدود متأجل ولسه فيه مطش في الكاس نهاية الكاس مع بيرامد متأجل هتحط لي بقى الأربع مطشات إزاي مع الأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا مش عارف أقول أكتر من كده كل سنة نفس الأزمة والاتحاد والربطة ما بيوجودش حلول لأ أسهل قرار اضغط الأهلي زحم مطشات الأهلي خلي فيه زحمة مطشات ده مش صح وبيأثر في النهاية على المنتخب عنده أجندة مارس بالزحمة دي مش هيلاقي لعبة الأهلي جاهزة لأجندة مارس وفيها تصفيات مهمة جدا ومرحلة مهمة مع منتخب ملاوي طيب نروح لتريند الأهلي ونشوف اللي الكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة لأن أكيد السوشيال ميديا كلها مهتمة بشكل كبير بالمواجهة الكبيرة ما بين العملاقين الأهلي وريال مدريد طيب نبدأ مع بعض حساب فيفا حساب كأس العالم للأندية بيقولوا الأهلي لا يرى سوى الزهب الشاياتين الحمر يضربون موعدا مع ريال مدريد ده الحساب الرسمي للفيفا خالقاص بكأس العالم للأندية طيب نروح لحساب 433 وبيقولوا الأهلي تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة ريال مدريد أبرز العنوين كلها اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا المواجهة الكبيرة والصورة الرائعة اللي احنا شايفينها دلوقتي من خلال حساب جول مصر واللي بيقولوا فيها نصف الأهلي يحلق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المحطة القادمة ريال مدريد 22 عاما مرت على المواجهة الأولى وعلى المرنجي أخذ الحظر اللازم هذه المرة تخيل بص علي معلول ماسك تليفونه محمد شريف بيستعرض الصحف وعندك اتنين من أبرز لعبي النادي الملكة فينيسيوس هو كريم بنزيمة وبنزيمة ماسك الكاس كأس دوري أبطال أوروبا حساب ريال مدريد واللي حدث فيه تفاعل كبير جدا لما الصفحة الرسمية لريال مدريد على فيسبوك كتبت الأهلي هو منافسنا في نصف نهائي كأس العالم للأندية يالا للعظمة طيب روح بقى لحساب بقى ماركة ماركة الأسبانية وبتتكلم على مواجهة الأهلي قالوا سيكون الأهلي ملك إفريقيا العظيم منافس ريال مدريد يوم الأربع ده من حساب ماركة الأسبانية والحديث عن مواجهة القرن يوم الأربع في الرباط حساب يالا كورة إنه الأهلي الذي سيواجه ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية طبعا الصورة الجماعية للعبت الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله يعملوا مباراة كبيرة جدا يوم الأربع حساب يالا كورة بتكلموا على الأرقام وقالوا عنوان جميل جدا الأهلي لا يطارد الأرقام القياسية الأرقام هي التي تلاحقه يحقق الفوز التالت على التوالي في كأس العالم الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الانتصار على الهلال في النسخة الماضية وأوكلاند سيتي والسياتل في النسخة الجارية يعني آخر ثلاث مباراة كانت فيها انتصارات متتالية خض مباراة رقم عشرين في تاريخ مشاركاته بالمنديال الأندية ضد سياتل ليعزز رقمه كأكثر فريق خوضل للمباراة في البطولة وتاني أفضل فريق في عدد الانتصارات وأكتر من حوالي بنتكلم عشرين هدف في جميع المشاركات طيب نروح لحساب سياتل لساوندرز واللي كتب بالتأكيد من خلال الصفحة الرسمية ليه على الفيسبوك صفحة الفري الأمريكي كتب وقالوا كان شرفا لنا أن نلعب ضد الأهلي أول مباراة في كأس العالم للأندية حظا سعيدا في باقي المشوار طيب نروح لحساب أفريكا ناسوكر واللي تكلموا فيه على تويتر وقالوا أن الأهلي أطاحا بسياتل يمكن ديه أبرس حاجة معايا النهاردة في التريند الأهلي قالوا أن الأهلي أطاحا بسياتل وتأهل لمواجهة تقرية المدريد في نصف نهائي مونديال الأندية شوفوا الاهتمام الكبير جدا من كل الناس على نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية طيب نروح للتريند المحلي وقبل ما أفتح التريند المحلي كنت أتمنى واحنا النهاردة رايحين على مباراة نصف النهائي إنه يكون فيه تهنيئة من الاتحاد المصري على مشاركة الأهلي العظيمة والرائعة في كأس العالم للأندية الأهلي عنده مباراة مهمة جدا مع ريال مدريد الفيسبوك وتويتر والإنستجرام والحسابات الرسمية للاتحاد المصري أعتقد محتاجة تهتم كتير جدا بدل البيانات وصفر رئيس الاتحاد إلى بانسوي فالأمور المتعلقة بالدورات التدريبية عندك حدث مهم جدا كاتحاد وطني لازم تبروزه من خلال السوشيال ميديا الاتحاد المصري مع الاتحاد الأسباني بصوا على صفحة الاتحاد السعودي وإزاي تكلموا على تأهل الهلال السعودي لمواجهة فلمينجو يوم الثلاث في نصف نهائي كأس العالم للأندية أتمنى الرسالة توصل للمسؤولين في الاتحاد المصري إن الأمور اللي زي دي يا جماعة بتبقى فرصة تاريخية تعرف تستغلها من مشاركة أكبر نادي عندك في كأس العالم للأندية طيب نروح لترند المحلي ونشوف إيه اللي موجود حساب اتحاد الكورة كان بيهتم وبيتكلم على تقنية الفي ار والخبر النهاردة الاثناشر من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد على الفيسبوك اللي قالوا فيها اتحاد الكورة يحصل على تحديث متطور تقنية الفار ويتطفق على دفع المستحقات بالجنيه المصري يعني في جلسة جامعة وليد العطار المدير التنفيذ لاتحاد الكورة مع مسؤولي الشركة في اسبانيا وتم الاتفاع على جدوانة المستحقات السابقة الخاصة بتقنية الفيديو ما بين اتحاد الكورة والشركة الاسبانيا وكلام بقى على فكرة اصلحة ندفع بالجنيه واتفق مع الشركة ماشي فيه اجهزة بالتأكيد بتتابع هذه المسائل ومسألة السداد المديونيات وكمان التعاقد مع الشركة المنفذة لتقنية الفي ار ولكن انا هتكلم على الشق الفني تقنية الفي ار انا اتكلمت هنا وكنا اول ناس اتكلمنا هنا وطرحنا القضية دي قلنا للأسف الدولة المصري بيتم استخدام اول فيرجن واول خاصية لتقنية الفي ار في الدولة المصري ولم يتم تحديث على هذه التقنية خلال السنتين اللي فاته وقلت حصل ما يقرب من حوالي ست تحديثات على تقنية الفي ار ايه لان وصل الفيفا دلوقتي حاليا بيستخدم تقنية النصف آلي في مسألة التسلل واستعرضنا هنا خطوط على الشاشة لو فاكرين وقلنا الخطوط فيها مشاكل وقلنا بسبب الخطوط دي الآلي خسر الدوري لو تتذكروا مباراة الاهل وفارقه اخيرا اتحاد الكرة بعد الكلام اللي احنا قلناه وبعد سنتين من المناحدة معاهم هيحصل تطوير على التقنية بس هل التحديث الاخير ولا لسه بنتكلم في التحديث اللي تم في 2021 و2022 هنشوف لما نشوف التطور اللي هيحصل فيه الفترة اللي جاية ربط الانداء المحترفة وبتتكلم على معسكر المنتخب الاول والاولمبي خلال الفترة من 19 الى 30 مارس ستقام مباراة الجولة الـ 22 بعد اجندة المنتخب الاول والاولمبي مع اقامة مباراة دولي الـ 32 من مسابقة كأس مصر وكأس الربطة خلال الفترة من 13 الى 30 مارس يعني نهاردة الربطة عملت تعديل على اربع مباراة في الدوري واجلت عدد من المباراة وكل ده عشان يبقى فيه استعداد للاجندة الدولية اللي جاية في مارس مصر هتلعب مع ملاوي والمنتخب الاولمبي هيلعب مع زامبيا في تصفيات اولمبيات باريس ان شاء الله قبل الجولة المؤهلة الى التصفيات النهية في المغرب في الفترة الاجندة هنلعب حكتين مباراة كأس الربطة وهنلعب مباراة كأس مصر الموسم الجديد دور الـ 32 يعني كده المباراة ده هتتلعب في الاجندة الدولية بدون اللاعبين الدولية طيب نروح بقى للسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة والسؤال ده كان مهم جدا الالع يستعد ازاي لمواجهة الريال وابرز نقاط القوة والضعف في النادي الاسباني استاذ وليد بيقول السلام عليكم يا استاذ محمد الريال فريق قوي جدا وكله نجوم بس ان شاء الله مفيش مستحيل رغم صعوبة المواجهة استاذ عبد الرحمن شاهين بيقول ان شاء الله كولر يجمد الريال في المونديال ده عنواننا رائع بصراحة منشت استاذ قسامة بيقول ان شاء الله خير والاهل يلعب بنفس مباراة اوكلاند سيتي وان شاء الله ربنا يفرحنا جميعا بالفوز اهلاه وافتخر يا جماعة مفيش نقاط ضعف طيب ولا ايه حسني ابو عبد الرحمن بيقول السقة بالنفس اهم حاجة والاهل بتاريخ واسمه وادارته ولاعبي لا يقل عن الريال كمان بنزيمة سيغيب عنهم المهم التركيز والسيطرة على وسط الملعب خاصة مودريتش وان شاء الله الاهلي في النهائي اخر تعليق استاذ محمد علي بيقول لازم اللاعبين يبقوا مركزين ويسمعوا كلام كولر واهم حاجة اننا ما ننزلش المطش خايفين زي قدام البايرن ده كلام مهم جدا وبصراحة نصائح مهمة جدا وده قلنا حتى في بداية الحلقة كجزء من التحضير الزهني والنفسي لكن نقاط الضعف زي ما مشايفين يمكن محدش تكلم على نقاط الضعف اه في غيابات مؤسرة وبارزة في فريق الريل منتكلم غياب كريم بنزيمة ايدن هازارد لكن طبعا ده هنشوفه بقى خلال الفترة اللي جاية الفريق هيسافر بكرة الى المغرب هتعلن القائمة النهائية وبكرة ان شاء الله يكون معنا قائمة الثلاثة وعشرين لاب عشان نشوف هل تيبو كورتو عيلحق بمباراة الاهلي ولا مش عيلحق وازاي المدربة الايطالي انشلوتي عيحضر لمواجهة النادي الاهلي في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وقدر ان كان حاولنا نقربكم شوية من الأخبار والكواليس في المغرب ونتكلم كمان عن بعض القضايا الهامة بالنسبة للاهلي خلال الفترة القادمة غدا حالة جديدة من برنامج التريند وبالتأكيد كل الكلام هيكون عن مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندي شكرا وإلى اللقاء